أنا أعتقد أن التشكيل الأفضل للنادي الأهلي كما قلت يعني لو نستعرض التشكيل الأفضل من وجهة نظر يعني تشكيل الأفضل للنادي الأهلي في مباراة الهلال السعودي في حراسة المارمة طبعا علي لطفي علي لطفي هو الأكثر خبرة من مصطفى شبير بالتأكيد في ماتش زي ده لازم أدفع بالحارس الأكثر خبرة ممكن 3-4-3 وممكن 4-3-2-1 هي بتختلف على حسب أدوار حمدي فاتحي حمدي فاتحي هو اللي بيحول طريقة اللعب من 3-4-3 لما بيزيد بيحولها لي 4-3-2-1 بالزيادة كارتكاز دفاعي فطبعا حمدي فاتحي لا غنى عنه في المكان دوت لأنه هو اللي بيقفلك العمق وهو اللي حيقوم بدور أنه هو ياخد إيجاله دي مهمة جدا أن حمدي فاتحي هو اللي هياخد ويقفلك حتة العمق ناحية اليمين ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم في الحتة دي أو رامي ربيع باستياسر يعني في حتة اليمين برضو بيبقى مميز فيها قوي رامي ربيع هيبقى ليه دور مهم خاصة في يعني كباديل سواء بقى أنت عندك حمدي فاتحي عندك السلية عندك ديانج عندك ياسر فلازم يبقى ليه دور مهم جدا لأنه رامي برضو لعيب عنده شخصية نعم نيجي ليه نحية الشمال بالتأكيد محمد عبد المنعم زي ما حداك قلت عودته مهمة جدا جدا وحيبقى 3 وراء حمدي فاتحي ياسر إبراهيم على يمينه أو رامي ربيع ومحمد عبد المنعم نحية الشمال أعتقد أنها تديك إن شاء الله يعني صلابة دفاعية قدام الهلال السعودي نحية اليمين لخلاف على محمد هاني ونحية الشمال علي معلول لاثنين الارتكاز أليو ديانج وعمر السلية ده كده 3 و 4 طيب نيجي بقى للتحولات إحنا مشكلتنا في المباراة الأخيرة كانت في التحولات الهجومية كانت في الأجنحة طيب أنا أعالج الموضوع ده إزاي إن أنا ودي طاهر محمد طاهر نحية اليمين ك من وجهة نظري ك جناح يمين عنده حطة السرعات عنده القدرات الدفاعية يقدر ينقل الفريق بسرعة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية ويقدر برضو يقفل الجبهة ويرجع ويساند محمد هاني مع وجود ياسر إبراهيم عشان يقفله الجبهة الخطيرة بتاعة سالم الدوسري أحسر لها بفاسية نيجي لي الجبهة اليسر على خلاف برضو على أحمد عبدالقادر وأحمد عبدالقادر هو اللي هنا هيخش دايما للعمق عشان يستغل نقاط الضعف الموجودة في دفاع الهلال السعودي بالذات المدافع الكوري البطيء الموجود عندهم يقدر أنه يستغلها نيجي بعد كده للمهاجم برضو محمد شريف محمد شريف المهاجم الوهمي اللي يقدر يتحرك على الأطراف ويسحب معاه دفاع الهلال السعودي ويفضل مساحات سواء ليه طاهر محمد طاهر أو لحمد عبدالقادر دي من وجهة نظري أفضل طريقة رامي ربيعة أنا شايف أن المتش ده ممكن يطول ممكن يوصل لركلات أشوات إضافية الثالث والرابع مفروش أشوات إضافية فرامي ربيعة برضو هيبقى ليه أدوار مهمة أن أنت تقدر تستخدمه كبديل أنت عندك السلية عندك ديانج عندك حمدي فاتحي يعني السلية وحمدي فاتحي مجهدين فممكن مثلا يبقى كبديل يخش تقدر تستخدم ربيعة في حتة الارتكاز الدفاع دي برضو تقدر تستخدمه مكان حمدي فاتحي فأعتقد أن هذه التشكيلة الأفضل من وجهة نظري أنا مش أختلف كثير طبعا عن نحمد ثابت هي الفكرة كلها في كيفية الضغط على لعبة الهلال يعني هذه التشكيلة هي تقريبا تشكيلة الأمثل عودة نحمة بن نعم مهمة جدا الأهم زي ما قلنا أن حالة عمر السلية تكون مياه في الماء يكون رجع لحالته لأنه هو الوحيد اللي يقدر حاليا مع ديانج أن هم ينقلوا الحتة الهجمية لأنه خاصة فيش أفشة أفشة مش موجود فعمر السلية هو اللي يقدر يحرك التلاتة اللي قدام بالشكل اللي يخلينا نستغل السرعات لأنه زي ما قلنا الجبهة اليسرى عند الهلال السعودي الشهراني لما بيميل عليه بريرا في وجود سالم الدوسري جبهة خطيرة فالنهاردة هل طهر محمد طهر لازم يبقى دايما هو ليه دور زي ما أحمد قال كده أنه هو في الحتة دي وعنده سرعات فالارتداد بتاعنا لازم ما يبقاش لابنفقد الكرة بسرعة في المرتدات ولا إن إحنا نبقى بطوء لأنهما لو استرجعوا الكرة التانية هيبقى دايما عمل لك ضغط الحاجة التانية إنه لازم التلاتة اللي هيبقوا موجودين لو هنلعب تلاتة أربعة تلاتة أعتقد دي الطريقة الأمثل أن أنت توقف بيها قدام فريق بيلعب أربعة أثنين تلاتة واحد بالشكل بتاع الهلال السعودي إنه لازم عبد المنعم أو رامي أو ياسي التلاتة اللي موجودين معهم الحمدي فتح زي ما حضرتك قلت الضغط على طول على لعبة الهلال ما تديهمش الفرصة بتاعت التصويب لعبة يعني فكرة التصويب عندهم رهيبة جدا سواء بيريرا الدوسري ماريجا إجالوا بيلعبوها بشكل رهيب كنه كمان لما بيبقى جاي من من خلف كده كلاعب بوسط ارتكاز غير إن زي ما شفنا كده الكرة بتاعت بيريرا لما استلم براحته خالص بالخط الدفاع فالخطأ اللي وقعنا فيه في ماتش بالمراس نحاول نحن نتفداء في مبارات الهلال عشان نقدر بقى في التحاولات الهجومية الأهل يقدر أن هو يسجل وإن شاء الله تبقى مداليا برونزية جديدة في سجلات الندي الأهلية